استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بمكتب وزيرة التعاون الدولي أرانيا المشاط خلال هذا اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي أن الوزارة لا تدخر جهدا من أجل توفير التمويلات التنموية اللازمة لقطاعات الدولة المختلفة في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة على سد الفجوة التمويلية للقطاعات والمشروعات التي تحتاج إلى تمويل مضيفة أن الوزارة تقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من خلال شركاء التنمية